اشتركوا في القناة السبت الماضي أمام شيبة القبيل الجزائري الانتصار سيجعل الفريق العسكري من جهة يستعيد ثقته قبل السفر إلى الجزائر لخوض لقاء الإياب ومن جهة البحث عن الاقتراب من ثلاثي المقدمة في سعيه هذا الموسم لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث الذي كان أنها به بطولة الموسم الماضي إلى أخبار المنتخبات المغربية النسوية قرعة الدور الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من عشرين سنة التي ستحتضنها كوستاريكا سنة الماضية أو سنة المقبلة وضعت المنتخب المغربي النسوي في مواجهة جامبيا يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن جدول مباريات الدور الثالث والذي وضع المنتخب الوطن المغربي في مواجهة السينغال بيد أنه أعلن أول أمس عن تعديل البرنامج والذي وضع النخبة المغربية في مواجهة المنتخب الجامبي هذا وستجرى مباراة الدهاب بالمغرب شهر دجنبير القادم وكان الفريق الوطني المغربي قد ضمن بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم كوستاريكا على حساب المنتخب البنيني كرة القدم دائماً أوروبياناً لحظة وحدث منافسات دور أبطال أوروبا حيث تجرى اليوم مباراة الدفعة الأولى من مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات وتتصدرها بالأساس القمة بين أتليتيكو مادريد الإسباني وليفيربول الإنجليزي على ملعب واندا ميترو بوليتانو يدخل الريتز المباراة بسجل المثالي في مختلف المسابقات هذا الموسم فهو فاز في ست مباريات وتعدل فتنتين في الدوري الإنجليزي محققاً العلامة الكاملة أيضاً في دوري الأبطال الفوز على الأتليتيكو سيضع به القدم الأولى في دور الثمن أما أتليتيكو مادريد فيعول على ثنائي خط الهجوم الأوروبياني المخضرم لويس واريز والفرنسي أنتوان جريزمان لدكي شباكي أليسون بيكير في المجموعة ذاتية يلتقي بورتو البرتغالي مع ميلانا الإيطالي وكلاهما يرفع شعار الانتصار لأن التعادل سيبعدهما كثيراً عن المنافسة عن إحدى بطاقتين التأهل عن هذه المجموعة وفي المجموعة الأولى يستقبل باغيزمان الفرنسي لايبزيتش الألماني في مهمة في المتناول لكنه سيفتقد أحد أضلع قوته الهجومية الضاربة البرازيلي نيمار بسبب الإصابة أما بالمجموعة الرابعة ريال مادريد الإسباني معولاً على توهج مهاجمه الفرنسي كاريم بنزيمة يسعى لاستعادة توازنه والعودة بالفوز من أوكرانيا أمام مضيفه شاختر دونيتسك خاصة بعد الخسارة في أخير جولة ضد المفاجأة الشريف المولدفي الأخير سيحل ضيفاً على أنتر ميلانا الإيطالية بإنجلترا أنقض الفرنسي أليكساندر لاكازيت فريقه أرسنال من الهزيمة ليلة أمس بميذانه أمام كريستال بلاس فوقع هدفاً متأخراً في آخر اللحظات أنهى اللقاء متعادلاً بهدفين لمثلهما في ختام مباريات الجولة الثامنة من البريمير ليغ التعادل كان الثاني على التوالي لأرسنال مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات فرفع نقاطه إلى أحد عشر في المركز الثاني عشر مقابل ثماني نقاط لكريستال باراس المحتل للمركز الرابع عشر بالدوري الإسباني خاطف ريال بيتيس فوزاً مهماً من أرض مودي في ألابيس بهدف السفر مساء أمس في ختم منافسات الجولة التاسعة من الليجة عدد نقاط بيتيس ارتفع بذلك إلى خمس عشرة نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رسيد ألابيس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر هذا وفز إسبانيول على كاريش بهدفين نظيفين فبت يحتل المركز الحادي عشر باثنتين عشرة نقطة جولتنا من الدوريات الأوروبياً وصلها من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة بعد مرور ثماني جولات سقط فيورونتينا هذا الموسم والهزيمة الرابعة كانت أمس بميدان فينيزيا بهدف وحيد في ختم الجولة الثامنة الفوز ربات معه فريق فينيزيا يتوفر على ثماني نقاط في المركز الخامس عشر فيما تجمدت نقاط فيورونتينا عند ثنتي عشرة نقطة محتلاً للمركز التاسع بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية صباح الرياضة أشكركم على طيدي الإيصال